السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في هذا الفيديو من خلال هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف ونكتشف حرفين جديدين من حروف اللغة العربية ألا وهما حرف التاء وحرف الضاء وهذين الحرفين مندرجين دمنا الأسبوع الخامس عشر من الوحدة الثالثة المجال الهندام والنظافة المرجع المفيد في اللغة العربية فكما تعرفون في هذه السنة إن شاء الله أشارك معكم كتابين مفيد في اللغة العربية وكتابي في اللغة العربية لكل هذا فضلا مليسا أمرا من تصلوا قناة نزلي التعليم لأول مرة اشتراك في القناة والضغط على زي الجرس ليصلكم دائما كل جديد ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم لتعم الفائدة نبدأ على بركة الله حرف التاء حرف التاء حرف التاء لديه نقطتين فوق الحرف أكتشف وأتعرف أرفع يدي إذا سمعت الصوت حرف التاء سأرفع يدي إذا سمعت حرف التاء نلاحظ الصور بداية الصورة الأولى صورة تين هل أسمع حرف التاء أم لا؟ نعم أسمع حرف التاء في كلمة تين إذا سأرفع يدي سأرفع يدي هنا سمع كلمة تين الكلمة الثانية رمان لاحظوا معي هل أسمع حرف التاء؟ لا لا أسمع حرف التاء إذن لن أرفع يدي الصورة الثالثة توتن توتن إذن أسمع حرف التاء في كلمة توتن إذن سأرفع يدي إذن سأرفع يدي حين أسمع كلمة تين لأنه بها حرف التاء وكلمة توتن أقرأ وأتعرف أشكال حرف التاء إذن سنقرأ ونتعرف أشكال حرف التاء حرف أول كلمة وصل الكلمة وآخر الكلمة الحرف في أول كلمة تا لاحظوا معي يكتبوا هكذا حرف تا في أول كلمة ودائما تذكروا هذه الكلمات البصرية لأننا سنستعملها في مباد كمبدور السابقة في حصة التعبير الكتابي تا حرف تا في أول كلمة تامورة تامورة تبنن تبنن حرف تا في وسط الكلمة في بعض الأحيان يمسك في حرفين وفي بعض الأحيان يمسك فقط في حرف بعد إذن فستان فستان ضفاتر ضفاتر والحرف في أخي الكلمة يأتي على هذا الشكل يمسك في حرف من قبله من اليمين ويأتي هكذا في هذه الصورة ويأتي تا مربوطة بهذا الشكل ويأتي أيضا تا مربوطة بهذا الشكل تذكروا جيدا بنت بنت توت 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 فاطمة فتاة إذن بنت توت فاطمة فتاة أقرأ الكلمات وأجزئها إلى مقاطع لاحظوا لاحظوا معي هناك في هذه الصورة لافتة مكتوب عليها عاش المغرب وهذه الخارطة خارطة المغرب الحبيب والشعار الله الوطن الملك إذن هذه لافتة أقرأ الكلمات أجزئ على مقاطع فستان لاحظوا معي أجزئ بفمي فستان إذن واضح المقاطع واضحة فستان إذن جزئت إلى واحد اثنان ثلاثة ثلاثة مقاطع الكلمة الثانية فاطمة فاطمة لاحظوا معي التأمى مربوطة في الأخي لافتة لا في ت 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 أعيد أضع علامة في تحت الكلمات التي تنتهي بنفس المقطع في كل سطرين كما في المثال لاحظوا معي المثال الأول علامة تحت المقطع الكلمات التي تنتهي بمقطع رن مقطع الأخير سيطار ضفتر فستان لا تنتهي بنن تنتهي بنن إذن تمور تمور تنتهي بنفس المقطع كلمتي سيطار وضفتر تلميذات معلمات تبن توت إذن الكلمات التي تنتهي بنفس المقطع هي تلميذات معلمات توت إذن سنضع علامة تحتها سطر الأخير ترتب ذبابة سلة نافذة إذن الكلمات التي تنتهي بنفس المقطع هي هذه الكلمات تنتهي بالتأ المربوطة مع تنوين الضمتين ذبابة سلة نافذة أقرأ الجمل ثم أضع علامة أمام الجمل المناسبة للصورة لاحظوا معي هنا في الصورة هناك المعلمة مع التلاميذ لاحظوا معي هناك أصفور أو أصفورة في نافذة إذن الجمل الأولى التلميذات في المدرسة نعم صحيح التلميذات في المدرسة صحيح المعلمة أمام تلميذات المعلمة أمام التلميذات لاحظوا معي المعلمة ليست أمام التلميذات بل بجانب تلميذات إذن خطأ تسلم المديرة على المعلمة تسلم المديرة على المعلمة خطأ العصفورة في نافذة العصفورة في النافذة نعم هذا صحيح العصفورة لاحظوا معي الصورة في النافذة تغرد نكتشف ونتعرف حرف الض الآن أرفع يدي إذا سمعت الصوت الض لاحظوا معي الصورة الأولى نضارة أسمى حرف الض نض ض ض إذن سأرفع يدي أثناء كلمة نضارة الصورة التانية شمس شمس هل أسمى حرف الض طبعا لا لا أسمى حرف الض الصورة التالية ضل ضل هل أسمى حرف الض أم لا؟ نعم أسمعه حرف الض إذن سأقوم برفع يدي أقرأ وأتعرف أشكال حرف الض إذن حرف أول كلمة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة حرف الض في أول كلمة بهذا الشكل يكتب بهذا الشكل ضرف ضفر ضفر حرف الض في وسط الكلمة كما نقول دائما يمسك في حرف من اليمين وفي حرف من يسار وفي أماكن أخرى يمسك فقط في حرف من يسار ويأتي على هذا الشكل من دار من دار مناظر حرف الض في آخر الكلمة محافظ يأتي على هذا الشكل حفاظ وركب كلمات من المقاطع وأقرأها إذن ضلام 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 نظر نظر أقرأ عضمات 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 محفظة 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 الحركات القصيرة طويلة والتناوين ض 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 ضن 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 أقرأ ثم أضع علامة فيه في خانات الكلمات التي لا تتضمن حرف الض إذن سنضع علامة في خانات الكلمات التي لا تتضمن حرف الض لاحظوا معي الكلمة الأولى منظر حرف الض موجود عضام حرف الض موجود صفر صفر لا يوجد حرف الض في هذه الكلمة ضل حرف الض موجود ضريف أيضا يوجد حرف الض في كلمة ضريف لافتات لافتات لا يوجد حرف الض لا تتضمن بمعنى أن لا يوجد في حرف الض نظارة هناك حرف الض نظيف أيضا حرف الض موجود منظار حرف الض موجود نافذة لا يوجد حرف الض إذن سنضع علامة أقرأ الجمل ثم أضع علامة فيه أمام الجملة الجملية المناسبة إذن لاحظوا معي بداية هناك فتاة تسلم على فتى وهذا الفتى يحمل ضلة بيده إذن وسنقرأ الجمل ثم نحدد المناسبة منها للصورة بيد محفوظ ضلة إذن هذا الفتى اسمه محفوظ إذن هذا محفوظ هل بيده ضلة؟ نعم صحيح بيده محفوظ ضلة لمحفوظ نظارة لمحفوظ نظارة لاحظوا معي محفوظ يضع نظارة شمسية إذن هذا أيضا صحيح لمحفوظ نظارة تسلم حفيظة على محفوظ لاحظوا معي حفيظة تسلم على محفوظ هل هذا صحيح أم خطأ؟ نعم صحيح تسلم حفيظة على محفوظ تسلم حفيظة على محفوظ لحفيظة نظارة ومنظار لاحظوا معي حفيظة لديها نظارة ومنظار لا ليس لها نظارة ومنظار فقط بيد محفوظ ضلة لمحفوظ نظارة وتسلم حفيظة على محفوظ قراءة أقرأ سنقرأ حرف الض والت أقرأ المقاطع من اليمين ثم من اليسار إذن سنقرأ المقاطع من اليمين ثم من اليسار عفوا نقرأ ستار بستر. دا. تا. دو. تي. دي. تو. تو. دي. تي. دو. تا. دا. هنا ارقزوا مزيان مع الحركات. هنا كيحاولوا اننا نشدوا مزيان اكتر واكتر الحركات. دي. تا. دو. تي. دا. تو. تو. دا. تي. دو. تا. دي. دن. 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 دا. دو. دو. دا. دي. دن. دن. اقرأ الكلمات من الاعلى ثم من الاسفل. اذا سنقرأ الكلمات من اعلى ثم من اسفل. رعات رعات. رعات. ضلال. ضلال. مسافرات. مسافرات. مضلم. مضلم. نظيفة. نظيفة. تنظر. تنظر. عظيمة. عظيمة. تستضل. تستضل. نظارة. نظارة. ضريفة. ضريفة. نباتات. عظيمة. جيد. والآن سنبدأ من اسفل الى اعلى. عظيمة. تستضل. مضلم. نباتات. عظيمة. مسافرات. ضريفة. تنظر. ضلال. نظارة. نظيفة. رعات. اقرأ ثم اكتب في الضرف الحرف الذي يقدم نفسه. اذا هنا حرف يقدم نفسه. سوف نعرف من هو هذا الحرف. انا حرف ضريف. انا حرف ضريف. زميل للطاء اللطيف. زميل للطاء اللطيف. اذا هذا الحرف هو زميل لحرف الطاء. وهذا حرف الطاء. اذا. تراني في ضلة وضلام. يعني كتشاهدني وتشوفني في كلمة ضلة وضلام. اذا هذا الحرف كان قدره يلقى في ضلة وفي ضلام. وفي منضار ونظام. لاحظوا معي. هذا الحرف موجود في كلمة ضلة وضلام. ومنضار ونظام. يعرفني كل ضريفة وضريف. اذا هو حرف الض. انا حرف ض. يعرفني كل ضريفة وضريف. لاحظوا معي. شوف الحرف اللي موجود في الض. والضلام ومنضار ونظام. اذا هو حرف الض. انا حرف الض. حرف الض. ممتاز. اكتب. ولاحظوا ما صار الحرف ما اكتب. لاحظوا معي. حرف الض. وحرف الض. ايضا. 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 تو. 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 مرة اخرى. فتاة. تشن. 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 با. ض ض مضافة مرة أخرى أكتب أمام كل جملة الكلمة المناسبة إذن وهذه الكلمات كما قد رأيناها في الحصة التي قبل يجب أن تذكر هذه الكلمات إذن ماذا لبست حفيظته لبست حفيظته تنورة تنورة لاحظوا معي هذه صورة ضلة إذن نام المصطف تحت ضلة نام المصطف تحت ضلة لقد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بالسلامة ترجمة نانسي قنقر